اشتركوا في القناة مملكة البحرين بعيداً عن المصداقية والموضوعية من خلال اعتماده الدائم على جهات واحدة ذات توجيهات وأهداف مناوية للمملكة تستغل الإرهاب والتحريض وزرع الفتن بين مكونات المجتمع البحريني المتعدد وتسعى دائماً لقلب الحقائق وطمس الواقع وتجاهل ما تشهده مملكة البحرين من رعاية واهتمام بالجانب الحقوقي في مختلف القطاعات وأكدت معالها أن المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين تشهد تطوراً وتقدماً بارزاً في ظل الرعاية والتوجيهات الملكية السامية لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله والجهود الحديثة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأضافت أن قرار البرلمان الأوروبي تضمن العديد من المغلطات المرفوضة جملة وتفصيلاً ويشكل صورة صارخة من الزواجية المعايير وافتراء واضح على الإجراءات الدستورية والمشاريع الحكومية والأحكام القضائية والقوانين التشريعية والممارسات الحقوقية الحضارية الرائدة التي تتمتع بها مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر